بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تدريبات سريعة على درس الممنوع من الصرف لطلبة السنوية العامة صلى الله عليه الصلاة والسلام لو عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك وتنشر المقطع ما بين صحابك ولو فاتك شرح درس الممنوع من الصرف هتلاقي تحت الفيديو في رابط في الفيديو بتاع الشرح صلى الله عليه الصلاة والسلام تَعَلَ يأْ تَعَلَ.. تِعَلَ الدْفُرْصَة! حاضر يا أمي حاضر ميز الإجابة الصحيحة لكل سؤال من بين البدائلي التي تليه الإعلام الممنوعة من الصرف العيلتين في مالي طيب صلى الله على الرسول عليه الصلاة والسلام شكراَ تذكر معا ننلمة الممنوع للصارف كان فيه ممنوع من الصرف العِيلة واحدة و ممنوع من الصارف العيلتين الممنوع من الصرف العيلة واحدة قلناً و السيغة تمتلج جموع والاسم المختوم بألف التأنيس المقسورة ممنوع من الصرف العلتين ينقسم إلى أعلام ممنوع من الصرف وفيه صفات ممنوعة من الصرف والراتي قال إيه؟ قال الأعلام الممنوعة من الصرف ركز في السؤال نفسه لازم تركز في السؤال اللي هو جايبه لك يقول الأعلام الممنوعة من الصرف لعلتين فيما يلي يعني العالم الأعجامي العالم المؤنس على مركب تركيبها مسجيا إلى آخره يبقى نستخرج بالراتي الأعلام الممنوعة من الصرف أقام جوهر السقلي مدينة القاهرة بأمر من المعزي الفاطمي جوهر السقلي القاهرة المعز طبعا لو ركزت كويس هتلاقي هي الاجابة الصحية هي القاهرة. ليه القاهرة? عشان القاهرة عالم مؤنس. والاعلام المؤنسة كلها ممنوعة من الصرف. بقية الاعلام اللي هنا مفيش حاجة فيها ممنوعة من الصرف. جوهر السقلي المعيز مفيش حاجة ممنوعة من الصرف. بنا هارون الرشيد دار الحكمة في بغداد واكمل المسيرة من بعده ابنه المأمون. هارون دار الحكمة المسيرة المأمون. لو ركزت شوية هتلاقي الاجابة الصحية هي كلمة هارون. هارون عالم ممنوع من الصرف. طب ليه هارون ممنوع من الصرف عشان هارون علم اعجمي هارون موسى عيسى كل الاسماء دي اسماء اعجمية اسماء غير عربية وكل الاعلام الاعجمية ممنوعة من الصرف من ابطال المسلمين عبدالله ابن رواحة وجعفر ابن ابي طالب ومصعب ابن عمير ابطال رواحة ابي طالب مصعب كل دي اعلام عدايا ينفيهاش اي حاجة لكن العلم الوحيد الممنوع من الصرف هنا هو رواحة عبدالله ابنه رواحة كلمة رواحة ممنوع من الصرف ليه ممنوع الصرف. صلى الله عليه الصلاة والسلام. رواحة علم مؤنس. هتقول لي ازاي علم مؤنس? خلي بالك ان كلمة رواحة علم مؤنس لفظا مؤنس لفظا. يعني اللفظ بتاعه مؤنس. اخره تاء مربوطة. زي حمزة. زي عبيدة. كل اسماء لي اسماء رجال. لكنها علام مؤنسة لفظا لانها تنتهي بتاء مربوطة. يبقى رواحة علم مؤنس والعلام المؤنسة كلها علام ممنوع من الصرف. السؤال التاني العالم الذي يجوز صرفه ومنعه فيما يلي. في اعلام عندنا ممكن نخليها مصروفة ممكن نخليها ممنوع من الصرف. زي العالم المؤنس ساكن الوسط. زي مصر يعني كلمة مصر دي عالم مؤنس ساكن الوسط. الوسط بتاعه ساكن عليه سكون. يبقى ده ممكن نصرفه ممكن نخليه ممنوع من الصرف. نفس الكلام مع العالم الاعجمي السلاسي ساكن الوسط. زي نوح. كلمة نوح دي عالم اعجمي مش عالم عربي. والاعلام الاعجمية السلاسية ساكنة الوسط ممكن نخليها مصروفة وممكن نخليها ممنوعة من الصرف. يعد نوح وابراهيم وعيسى ومحمد من قول العزمي من الرسل. نوح ابراهيم عيسى محمد. ابراهيم ممنوع من الصرف عالم اعجمي. عيسى ممنوع من الصرف عالم اعجمي. محمد ده اسم عربي عادي يبقى ده مصروف مش ممنوع من الصرف. نوح بقى نوح ده عالم اعجمي ممنوع من الصرف وممكن يكون مصروف. يش قلنا كده مع نوح عشان نوح عالم اعجمي ثلاثي ساكن الوسط الحرف اللي في النص الوسط بتاعه عليه سكون زي هود زي نوح. مصر وسوريا والعراق والسعودية من اكبر البلادي الاسلامية. عندنا مصر سوريا العراق السعودية كلها عالم وانسها كلها ممنوع من الصرف. الاجابة الصحي هنا تبقى مصر العالم لازي يجوز صرفه ومنعه فيما يلي هيبقى مصر. عشان مصر عالم ثلاثي ساكن الوسط. الوسط بتاعه ساكن عليه سكون. لقب النعمان ابن المنزر بالمحرق الاول وعمره ابن هند بالمحرق الثاني لانهما حرق خصومهما بالنار في زمن الجاهلية وقد نهي عن ذلك في الاسلام. طبعا الاجابة الصحيحة بينة جدا هتكون كلمة هند عشان هند عالم مؤنس. هند عالم مؤنس سلاسي ساكن الوسط. يبقى ده يجوز صرفه ويجوز مرعه من الصرف. الصفات الممنوعة من الصرفي العلتين فيما يلي خلي بقى ان الصفات الممنوعة من الصرف غير الاعلام الممنوعة من الصرف. خلي بقى ان الصفات الممنوعة من الصرف العلتين زي الصفة على وزن فعلان مؤنسها فعلة. الصفة على وزن افعل. الصفة على وزن مفعل. يبقى مش اي صفة هنختارها. ارجع للقاعدة كويس. طبعا اجابة الصحيحة هنا تكون كلمة افضل. لان افضل صفة على وزن افعل والصفات على وزن افعل صفات ممنوعة من الصرف. اول الخلفاء الرشيدين ابو بكر والثانيهم عمر والثالثهم واثمان ورابعهم عليه رضي الله عنهم وارضهم. اول ثاني ثالث. رابع. الاجابة طبعا تكون اول. ليه اول? ان اول على وزن افعل. خلي يبقى اول على وزن افعل. والصفات اللي على وزن افعل كلها ممنوعة من الصرف. زي كلمة افضل. قال الشاعر بفراس الحمداني معللتي بالوصل والموت دونه. اذا ميت زمآنا فلا نزل القطر. معللتي الوصل الموت زمآن. لو ركست في كلمة زمآن هتليها على وزن فعلان. والصفة على وزن فعلان اللي مؤنسها فعلة زي زمآن هي دي الممنوعة من الصرف. وزمآن على وزن ايه على وزن فعلان. واي صفة على وزن فعلان مؤنسها فعلة? بتكون ممنوعة من الصرف. ممكن واحد لما يقرأ البيت ده كويس هيقول ازا متو زمآنا انه عليها تنوين. وانت قلتنا الممنوع من الصرف ده يعني ممنوع من التنوين. يعني مفروض الاجابة تكون ازا متو زمآنا. فلأ نزل القطر زمآنا عليها فتحة. نفعاش تنوين. طيب هي ليه هنا منونة? خلي بالك هنا منونة عشان الضرورة الشعرية. يعني هنا الشاعر بيكتب ببحر معين. وعشان البيت بتاعه يكون موزون ساعات الشاعر بيكسر بعض القواعد النحوية. الشاعر ساعات ممكن يتغافل عن بعض القواعد النحوية. يحق له الشاعر ما لا يحقه لغيره. عشان كده قال ازا متو زمآنا معين الاصل انها ما تتنوينش لكن هنا هو مضطر ان هو ينوينها عشان يوزن البيت. عشان كده اللي هيجاوب على السؤال ده لازم يكون فاهم الدرس كويس. لازم يكون عارف ان زمآن صفة على وزن فعلان مؤنسها فعلة. والصفات اللي فعلان بتكون صفات ممنوعة من الصرف. الاسم المنوع من الصرف لعلة واحدة خلي بالك ان الاسماء المنوع من الصرف العلية واحدة هم ثلاثة. اي اسم على صيغة متالجموع والاسم المختوم بقلي في التأنيس المقصورة والاسم المختوم بقلي في التأنيس الممدودة. حكم ما المسلمون في اواخر عهد بني امية الاندلسة اسبانيا حاليا واقاموا بها حضارة كبرى. الاجابة الصح طبعا تكون كبرى. فواحد اقول اسبانيا يا محمد اسبانيا دي علم مؤنس. والاندلس علم مؤنس. وقمية علم مؤنس. يا بدي كلها ممنوع من الصرف. ماشي كل كلمات بي ممنوع من الصرف. لكن هو عايز ايه? هو عايز الاسم الممنوع من الصرف لعلة واحدة. والممنوع من الصرف العلية واحدة حاجة من التلاتة. اسم مختوم بقلي في التأنيس المقصورة او الممدودة او صيغة متالجموع. والاجابة الصحة تكون كبرى عشان كبرى اسم مختوم بقلي في التأنيس المقصورة. زي عليا دنيا كبرى صغرى كلك المدية ممنوعة من الصرف. يدرس لطلاب موادها متنوعة. والازكى بين اقرانها ومن يستطيع استعابها ليحقق اكبر قدر من التفوق والابتكار. مواد الازكى اقران اكبر. احنا بندور دينا على ايه? بندور على اسم مختوم بالف التأنيس المقصورة او الممدودة او صيغة منتاج جمع. هنا مفيش صيغة منتاج جمع. مفيش اسم مختوم بالف التأنيس الممدودة. مفيش غير الازكى. وهي دي الاجابة الصحيحة هتكون اسم مختم بألف التأنيس المقصورة الأذكى يبقى الإجابة الصحيحة هكون كلمة الأذكى الأذكى زي الأعلى زي الأدنى زي الأسمى كل الأسماء دي تنتهي بألف التأنيس المقصورة العلم له مجالات هي الأكثر وتشعوبة تحتاج إلى مساعٍ للاستفادة منها بطريقة أشمل مجالات الأكثر مساعٍ أشمل في ناس هتقول مجالات صغر منتاج جمعة لكن ركز مجالات من الصغر منتاج جمعة ليه من الصغر منتاج جمعة؟ احنا قلنا صيغة منتها الجمعة اي جمع تكسير اي جمع تكسير بعد الالف بتاعته في حرفين او ثلاثة وسطهم ساكن وده مش جمع تكسير مجالات جمع مؤنس سالم عشان اخله الف تاء الاكثر صفة على وزن افعل مش الاسماء ممنوع اشمل برضو صفة على وزن افعل يبقى الاجابة الصحيحة هنا هتكون كلمة مساعين طب ليه مساعين صلى اسود الله عليه وسلم مساعين خلي بالك صيغة منتهى الجمعة صيغة منتهى الجمعة تقول ازاي صيغة منتها الجمعة صيغة منتها الجمعة دي انا اعرف انها اي جمع تكسير بعد الالف بتاعته في حرفين او ثلاثة وسطهم ساكن ده بعد الالف بتاعته في حرف لا هنا في حرفين خلي بالك هي قصل الكلمة ايه مساعي كلمة اسمها مساعي لكن المساعي دي اسم منقوس خلي باك اسم منقوس والاسماء المنقوسة بنحزف منها الياء الاخيرة دي بنحزف منها الياء في حالة الرفع وفي حالة الجر يبقى الاسم منقوس زي مساعي مراعي مشافي كل الكلمات دي بنحزف منها الياء في حالة الرفع وفي حالة الجر ده لو ما فياش الف ولام هنا احنا حزفنا الياء وحطينا التنوين ده عوضا عن الياء المحزوفة يعني الالف هنا بعدها حرفين يبقى مسايع نعصية منتهى الجمعة وصيغة منتهى الجمعة من اسماء الممنوعة من الصرف وسؤال صعباني شوية لكن هجاوب حضرتك برضو ولو اني دي مش من اصول للمهنة بس انا هجاوب حضرتك الممنوع مع الصرف المجروري بالفتحة فيما يلي عايز رجلا بممنوع من الصرف المجرورện بالفتحة بس وخلي بقى هحنا قلنا امنى بيتجرب الفتحة بتجرب الفتحة الان ازا كان مجردا من اد развит SKL. يعني لما افهوش ولم وما فيهوش مضاف اليه يبقى مجرور بالفتحة ممنوع من الصرف المجرور بكون مجرور بالفتحة لوما افهوش ولم وبعد ei ما فيش مضاف اليه بعد ei ما فيش مضاف اليه زودت المدارس باحدث وسائل لصياغة الاهداف الكبرى. في ناس تقول المدارس او المدارس صيغة متاج جمعة يبقى خالص المدارس ممنوع من الصرف مجروب الفتحة لا ركز. يقول زودة المدارس. زودة ده فعل مبني للمجهول. يبقى المدارس هنا نائب فاعل. مين اللي زودت المدارس? طب مين اللي زودها ما عرفش? عشان كده بنناها للمجهول. يبقى زودة المدارس نائب فاعل مرفوع علامة رفيع الضمة. يبقى ده مش مجرور بالفتحة. ركز معي. زودة المدارس باحدث وسائل لصياغة الاهداف الكبرى. في ناس هتختار ايه? في ناس هتختار احدث. هتقولك احدث صفة على وزن افعل. وصفة على وزن افعل وقبلها عارف جر الباقي يبدأ على طول ايه? مجروب الفتحة. لا اركز هي مجرورة ماشي. لكن مجرورة بالكسرة. ليه مجرورة بالكسرة? هو قال باحدث وسائل. باحدث وسائل. احدث هنا بعدها مضاف اليه. كلمة وسائل نعربها مضاف اليه. يبقى احدث مجرورة بالكسرة. احنا قلنا باحدث مجرورة بالفتحة. لو ما فيهاش الف ولام وبعدها مفيش مضاف اليه. هنا ما فيهاش الف ولام ماشي. لكن بعدها مضاف اليه. كلمة وسائل بقدر صيغة جموع دي بقى ممنوع من الصرف مجرورة وعلامة تجريها الفتحة. عشان وسائل صيغة وانتهى الجموع. واعربها هنا ايه? اعربها مضاف اليه. مضاف اليه مجرور وعلامة تجريه الفتحة. ليه مجروب الفتحة عشان وسائل ما فيهاش الف ولام وبعدها ما فيش مضاف اليه. ليه مجروب الفتحة عشان وسائل ما فيش الف ولام وبعدها ما فيش مضاف اليه. من اولى القضايا اخلاص المرئي لهدف اسمى يحقق له السعادة القصوى. لو ركزت في الاختيارات هتلاقي كل اختيار من الاختيارات دي يام ما فيه الف ولام يام بعدين مضاف اليه. واحنا قلنا من نوع مصطر في مجروب الفتحة لو ما فيهوش الف ولام ولو بعدين ما فيش مضاف اليه. يبقى الإجابة الصحية هتكون كلمة اسمة من قولى القضايا اخلاص المرئي لهدف اللي محارف جر وهدف اسم مجرور وعلامته جريه الكسرة لهدف اسمة اسمة هنا بتوصف الهدف أبوال الهدف ده هدف سامي الهدف ده هدف عالي يبقى كلمة اسمة بتوصف الهدف. واللي بيوصف ده اسمه اسمه نعت. يبقى كلمة اسمة نعت مجرور طب ليه نعت مجرور مقولناش مرفوع على منصوب يا محمد? احنا قولنا النعت معندوش شخصية بيتبع اللي قبليه. بيتبع المنعوت. وكلمة هدف هنا كانت مجرورة. يبقى لهدف اسمى اسمى نعت مجرور وعلامة جريء الفتحة. ليه الفتحة? عشان اسمى مفهاش الف ولام بعدها مفيش مضاف إليه. طبعا كلمة اسمى ممنوع من الصرف عشان صف على وزن افعل. قرأت في سيرة عمر بن الخطاب فاعجبته بفضائله وشمائله وعرفت انه من اعدل الحكام قاطبة. هو قال هنا فاعجبته بفضائله. البق حرف جر وفضائل اسم مجرور حلو. فضائل الممنوع من الصرف حلو قوي. لكن مجرورة بالكسرة. ليه مجرورة بالكسرة ده مفهاش الف ولامة محمد. لكن بعدها مضاف إليه. ركز الهاء هنا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. كلمة فضائل اضافت للهاء بفضائله. يبقى الهاء هنا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. يبقى فضائل مجرورة بالكسرة مش هتنفع. وشمائل مجرورة بالكسرة مش هتنفع. وقعدل برضو مجرورة بالكسرة عشان بعدها الحكام. من قعدل الحكامي يبقى الحكام مضاف اليه. يبقى الاجابة صحيحة يكون كلمة عمر. ليه عمر? قرأته في سيرة عمر ابن الخطاب. عمر طبعا ممنوع من الصرف عالم على وزن فعل. كلمة عمر فاش الف ولام وبعدها مفيش مضاف اليه. ابني هنا عربها نعت. عمر ابني الخطاب. عمر ابني الخطاب. يبقى ابني عربها نعت. وبكده نكون خلصنا يا شباب تدريبات سريعة على الممنوع من الصرف للصفوف الثانوية. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك وتنشر مقطع ما بين صحابك. سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.